أهلا بحضراتكم من جديد. خليني أبتدي بالحدث الأبرز والأهم في الحقيقة اللي كان في النادي الأهلي مبارح وهي انتخابات النادي الأهلي لانتخاب مجلس إدارة جديد وانتهت الانتخابات بشكل ممتاز جدا. لكن خليني أتكلم بحضراتكم في بعض الكواليس وبعض المشاهد اللي شفناها على مدار اليوم الرائع مبارح في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. بصراحة أي واحد أهلاوي بيشوف الشكل والتنظيم والاحترام المتبادل ما بين المرشحين وما بين أعضاء الجمعية العمومية ما بينه وما بين بعض لازم يفخر بأهلاويته. لازم يحس فعلا فعلا وواقعيا بأن الأهلي مختلف الأهلي فعلا مختلف لأن في قصص معينة انت بتشتغل بيها في احترام معين وحدود انت ما يفعش تتجاوزها أبدا واللي بيتجاوز الحدود دي بينفر من داخل النادي الأهلي أو بيتم نبزه تلقائيا من داخل عائلة النادي الأهلي في الحقيقة يعني. المشهد المبارح كان أكثر من رأة. الأهم أعضاء الجمعية العمومية اللي عندهم قدر كبير جدا من الوعي في إيه بقاه؟ مش بقولي أن هم انتخبوا القايمة أو طبعا مثلا كان ممكن ينتخبوا حد تاني الكلام من ده. لا أنا بتكلم على وعي الجمعية العمومية طبعا نحن بارك للقايمة لأن ده كان حاجة مهمة جدا جدا قايمة مميزة متكاملة تقدر تقود نادي الأهلي خلال أربع سنين مقبلة بمنتهى النجاح وعلى غرار الأربع سنين اللي فاتوا ده ما فيش اختلاف عليه. لكن وعي أعضاء الجمعية العمومية في إيه؟ في أن الكلام كان كتير قوي على أن الانتخابات محسومة وأن الكابتن محمود الخطيب طبعا بشعبيته وبإنجازاته قبل شعبيته لأن ده الأهم بالنسبة لأعضاء خلي بالك. الكابتن محمود الخطيب تاريخ كبير. الكابتن محمود الخطيب تاريخ عظيم. الكابتن محمود الخطيب كارزمة غير طبعية. الكابتن محمود الخطيب محبوب حب سبحان الله يعني حاجة غريبة حاجة غريبة يعني البعض بيحسده عليه. كل ده حلو كل ده جميل كل ده ممتاز لكن في نفس الوقت هم بيحاسبوا على الكارزمة على النجومية على الشعباء لا هم بيحاسبوا على الإنجازات على ما يتحقق على مدار أربع سنين فاته اللي تحقق الأربع سنين فاته كتير عشان كده هم نزلوا عشان يدوا رسالة لكل المتابعين ولكل الجماهير المصرية بشكل عام وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص اللي ما عندوش الحظ أنه هو يكون عضو عامل داخل الجامعة الأممية في النادي الأهلي أو داخل النادي الأهلي أنه هو يدلي بصوته فينقله الصورة المنتظرة عن الجامعة الأممية في النادي الأهلي أن حتى لو الانتخابات تبدو كأنها محسومة قبل بدايتها لكن هم قالوا لأ احنا لازم نحضر بكسافة احنا لازم نكون متواجدين ولازم نقول رأينا بالشكل مكسف علشان نجد رسالة للكل الأمور ما تبقاش محسومة الأمور بتبقى بالحسابات وبالتاريخ وبالإنجازات الإنجازات والتاريخ خلت الجامعية العمومية اختارت قائمة الكابتب محمود الخطيب بالكامل وباكتساح عن كل المنافسية وده إرادة الجامعية العمومية وده قرار الجامعية العمومية الواعية جدا 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 كان فيه قلق عد البعض بصراحة أنه ممكن بالسبب أن ما فيهش منافسة أو في الانتخابات على غرار الانتخابات اللي كانت من أربع سنين فالعدد يبقى أقل لو استكر من أربع سنين تقريبا حضر على ما أتذكر يعني ستة وتلاتين ألف وشوي اللي قدلوا بأصواتهم في الانتخابات المرة دي حضر أكتر من اثنين وعشرين ألف عضو الجامعية العمومية في النادي الأهلي عشان يدلي بصوته في الانتخابات فرقم كبير نظرا أو نسبة وتناسب مع حجم المنافسة أو مع أن الأمور كانت شبه مع حسوب لكن هما قالوا لا إحنا لازم يكون لنا قرار فكل التحية والتقدير لكل أعضاء النادي الأهلي بصراحة الناس اللي جات من مقر النادي الأهلي في مدينة نصر والناس اللي جات من مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد والناس اللي دايما بتكون موجودة في مقر النادي الأهلي في الجزير أن هما يروح ويشارك ويقولوا رأيهم ويدوا صوتهم أي أن كان مين؟ أي أن كان هما حابين مين يكون موجود؟ هما خلاص حبوا أن القايمة تبقى موجودة بالكامل لأن هما دايما بيميلوا الاستقرار هما دايما بيحاولوا يتجنبوا القيلة والقار أنه ممكن حد برق قايمة ينجح فبالتالي حتى لو مش هيحصل مشاكل الأعلام هيختلق مشاكل إذا كان الأهلي في عز ما هو مستقر الأعلام بيختلق مشاكل لنادي الأهلي ما بالك لو كان مثلا حد من بره دخل جوه في القايمة فهم قصدي؟ كمجلس إدارة فبالتالي كان ممكن الناس تعد تختلق مشاكل لكن هنا بقى الوعي لا ما تكلم معي عند الجامعة العمومية هنا ده التفكير هنا ده المعرفة بظروف النادي الأهلي المعرفة بما هو أصلح للنادي الأهلي فبالتالي خدوا قرارهم فلازم نشكره ولازم نحييهم كل التحية إن محدش كسل أكبر كم ممكن قدر أن هو يجي مبارح جي محدش كسل علشان يرسم مستقبل نادي الأربع سنين جايين فهي دي جامعية عمومية النادي الأهلي هو دي الدرس